تحت عنوان إخوة في السلاح نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا تؤكد فيه ما ذكره تقرير نيويورك تايمز عن تنفيذ طائرات إسرائيلية ضربات سرية في سيناء تقرير واشنطن بوست يأتي بعد نفي المتحدث العسكري في مصر للأمر لكن صحفا إسرائيلية عدة أكدت اليوم تنفيذ إسرائيل للضربات حيث قالت صحيفة جيريزم بوست الإسرائيلية في تقرير لها اليوم أن التعاون الثنائي بين مصر وإسرائيل بدأ في الازدهار منذ أن تقلد سيسي حكم مصر في الوقت نفسه قال إسرائيل كاتس وزير الاستخبارات الإسرائيلية لصحيفة يديعوت أحرانوت قال إن هناك مصلحة مشتركة عميقة بين إسرائيل ومصر لمنع وجود تنظيم الدولة في سيناء وهناك تعاون أمني استخباري كبير بين القاهرة وتل أبيل وفي نفس السياق أيضا علقت صحيفة إسرائيل اليوم على الخبر مؤكدة على أن تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي نحو مئة هجوم في سماء سيناء تم كله بالتنسيق مع الجانب المصري وحتى بناء على طلبه لكنه أي السيسي أبدى رغبته في الحفاظ على السرية وإخفاء الأمر حتى عن ضباط الجيش ناهيك عن مواطني بلاده وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة من غزة سيد محمود مرداوي الباحث في الشؤون الإسرائيلية سيد محمود رحبك معنا ودعنا إذا حاولنا أن نستطلع ونحن في هذه المقدمة استطلعنا بشيء مختصر كيف تعاملت وسائل الإعلام الإسرائيلية مع تقرير نيويورك تايمز الذي أكد على تعاون إسرائيلي مصري خصوصا في سيناء ومئة طلعة جوية ضد تنظيم الدولة هل لك أن تحدثنا أكثر في هذا السياق؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن الإعلام العبري سواء المكتوب أو المسموع وكل الفضائيات على علم تام بما يجري في سيناء وأن الخطر الموجود في سيناء يعني يستشعر الإسرائيليين ويعتبرون أن هذا لربما في المستقبل يشكل خطر على منطقة إيلات وتحرك الجيش على الحدود لكن الرقيب العسكري يفرض مقص الرقابة ويمنع تناول هذا الموضوع لكن عندما تذكروا يعني وسيلة إعلام دولية وذات ثقل ووزن كبير مثل نيويورك بوست تلقائيا تايمز آسف تلقائيا معريف وإسرائيل اليوم وكذلك دعوت بشكل موسع تناولت هذا الموضوع وصلت الضوء عليه وهي يعني من خلال ما بين السطور والمسكوت عنه تدرك وترسل رسال أن هذه المعلومات ليست جديدة على الإعلام العبري وهم على اطلاع ومعرفة بها وكل الأجواء تشير إلى ذلك خاصة بعد سكوط الطائرة الروسية وواضح أن الأجواء في سيناء خاصة من جهة قطاع غزي كانت تشهد حركة طيران كبيرة ومستمرة لشك أن هذا الموضوع في بداية حديثك ذكرت أن هناك منع من نشر مثل هذه الموضوعات التي تتناول التعاون الإسرائيلي المصري في سيناء لماذا هذا المنع من وجهة نظرك؟ نعم بدون شك أول شيء هذا يحرج الكيادة المصرية ولا ربما جزء من الاتفاق المشترك في سياق التعاون الأمني ودولة الاحتلال وخاصة القادة الإسرائيليين لا يلتزمون وبالتأكيد نتنياهو يؤكد بشكل مستمر على القادة والوزراء وأعضاء الكابينيت على عدم تناول هذا الموضوع وسائل الإعلام لا تستطيع أن تتجاوز المقص الرقابة لأنها تعاقب وعقاب يؤذيها ويؤثر عليها من خلال منع وصول المعلومات والمعرفة بعمليات التي تجري هنا وهناك للجيش والأضرع الأمني فبالتالي هي تلتزم ومن بعد وطني تعتقد أن هذه مصلحة وطنية للكيان فتلتزم لكن الوزراء الإسرائيليين بين الوهلة والأخرى يطلقون تصريحات وما جرى اليوم على لسان كاتس يؤكد ذلك عندما قال يوجد تعاون ضروري وحيوي وداعش تشكل خطر مشترك لكن المصلحة العليا تقتضي عدم الحديث والوصول إلى التفاصيل لكن يوجد تعاون كذلك ليبرمان تترك لهذا الموضوع بأكثر من مرة واشتاينيتس وزير الطاقة بشكل واضح ويعني صريح تترك لهذا الموضوع وقال يوجد تعاون كبير ولولا المجهودات الإسرائيلية الأمنية والعسكرية في سيناء لكان الوضع الأمني أسوأ بكثير من ذلك في هذا السياق قام نتنياهو بتوبيخه وكذلك احتجت الخارجية المصرية على هذا الكلام طيب ابقى معي سيد مردوي بالتأكيد سأود إليك مرة أخرى لكن ينضم إلينا ضيف آخر من إسرائيل عبر الهاتف سيد ياد عليمة المرسل العسكري للإذاعة الإسرائيلية سيد عليمة ورحب بك معنا إذن يبدو أن يدعي تأحرانوت والكثير للحقيقة إسرائيل اليوم تحدثوا عن تعاون عسكري إسرائيلي مصري في مواجهة تنظيم الدولة في سيناء والقيام بهجمات عسكرية سواء عن طريق الطائرات بدون طيار أو الهليكوبتر أو طائرات أخرى ضد مواقع تنظيم الدولة من قبل إسرائيل حقيقة الأمر من وجهة نظركم في المواقع يبدو لي ويبدو لكل من يراقب الموضوع داخل إسرائيل أيضا التقرير الأمريكي لم يكن مفاجئا دعنا نتذكر أنه قبل أكثر من سنة نقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلا عن مصدر أمن إسرائيلي قوله بأن طائرات إسرائيلية تشارك بضرب أهداف في المعركة التي يخوضها الجيش المصري في سيناء وكانت هناك أيضا ليس فقط في لقاءات أو إجازات صحفية ولكن أيضا في التفصحات العالمية لبعض المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون بحساسية عن العلاقات علاقات التعاون القائمة بين إسرائيل ومصر وفيما يتعلق بالمعركة الجارية في سيناء لذلك من ناحية عصرية وبغض المنظر عن الجدل الداخلي والجوانب العاطفية من ناحية إسرائيلية كان واضحا لأن هناك تعاون مكثفة بين إسرائيل ومصر فيما يتعلق بمحاربة العناصر الجهادية في سيناء لكن هذا التعاون سيد عليما كما تقول الواشنطن بوستا ونيورك تايمز وصل بالفعل إلى أن تقوم إسرائيل بضرب مواقع تنظيم الدولة في سيناء لأكثر من مئة مرة خلال العامين السابقين لا أستطيع أن أؤكد هذا الرقم وهذا العدد من الضربات ولكن هذا التقرير لم يكن مفاجئا وإن كان ألقى الضوء على مدى التعاون والنشاط العسكري الإسرائيلي أقول لك لا يوجد محلل أو مراقب في إسرائيل قد فوجئ من هذه المعلومات أو من هذه الأرقام مع الأخذ بنظر لأتبار التعاون القائم بين الجيشين في رأيك لماذا نفى المتحدث العسكري المصري هذه الأخبار على رغم أنت تقول وبالمناسبة كان معي محلل إسرائيلي بالأمس يقول نفس الكلام هذا الأمر ليس مفاجئ ليس بجديد عبر عنه سياسيا في إسرائيل وإعلاميا أيضا فمن جهة نظرك لماذا تم النفي من قبل المتحدث العسكري المصري بالأمس لأن الجانب الإسرائيلي أيضا يتعامل مع هذا الموضوع بحسسية كبيرة والأخذ بنظر لإعتبار مدى الارتباك والحسسية في جانب المصري علينا أن نتذكر أن في الشعب المصري الكراهية لدولة إسرائيل لجيش الإسرائيلي بشكل خط واضح أن مثل هذا الأمر إذا ما قد حظي بإعلان رسمي كان له ردود سيئة والحقيقة بأنكم تعالجون هذا الموضوع واضح أن كل الأطلاف أو بالأخرى الطرفين إسرائيل ومصر تحاولان إخفاء وعدم الإعلان عن مثل هذا التعاون القائم سيد إياد اسمح لي مصر أو الجيش المصري هو واحد من أفضل جيوش المنطقة وفقا لكل الإحصائيات الخاصة بهذا السياق على مستوى التدريب على المستوى العسكري على مستوى حتى الأسلحة التي يستخدمها وطائرات وما شابه يعني ما الذي يجعله في حاجة إلى الجيش الإسرائيلي أو إلى طائرات الجيش الإسرائيلي للقضاء على تنظيم الدولة في سيناء والذي لا يتجاوز عدده حتى على أقصى تقدير ألف فرض على الأكثر لا أعتقد أن الموضوع يدل على إخفاء الجيش المصري حول هذا الموضوع دعنا نتذكر ومن الجانب من النواحي العسكرية فقط قبل عشر سنوات تقريبا عندما لاحظت أو رصدت أجهزة الأمن الإسرائيلية الأوضاع في سيناء شرعت أجهزة الأمن الإسرائيلية بجمع المعلومات الاستخباراتية الاستعداد لما يحدث في سيناء قبل أن يتم الإعلان عن ولاية سيناء كان هناك عمل ومشاط مكثف استخباراتيا فيما تعلق بسيناء بطبيعة الحال عندما الحاجة لتقديم التعاون أو المساعدة من هذا القبيل هذا قد يتم ليس فقط بين أجهزة استخبارات بين جيوش رأينا مثل هذه الحالات ليس فقط بين إسرائيل ونصر وإنما في مناطق أخرى هذا لا يدل على إخفاق الجيش المصري بالضرورة ابقى معي سيد عليما ينضم إلينا الآن عبر الأقمار لسناية مباشرة من أسطنبول الدكتورة صام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية دكتورة صام مرحب بك معنا يعني الحقيقة ما بين النفي وتأكيد المتحدث العسكري المصري نفى جملة وتفصيلا هذه التقارير الصحفية هو الرجل كان ينفي حتى تقرير النيويورك تايمز وإذ اليوم يفاجئن تقرير الواشنطن بوست وهو يتحدث عن إخوة في السلاح نيتنياهو وعبد الفتاح سيسي كما يظهر في صدارة هذا التقرير من نصدق؟ نصدق مصر والمتحدث العسكري أم نصدق التقارير الصحفية سواء كانت الأمريكية أو حتى الإسرائيلية في هذا السياق؟ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا بطبيعة الحال لا نصدق المتحدث العسكري لأن المتحدث العسكري يحاول تحسين الصورة وحفظ ماء الواجه في مواجهة هذه التقارير ولا أعتقد أن دورية بحجم النيويورك تايمز التي نشرت يوم السبت 3 فبراير تقريرا موسعا ثم تأتي اليوم بعدها بيومين فقط الواشنطن بوست وهي أيضا لها مكانتها وسمعتها وتحرص عليها بغض النظر بعيدا عن حتى وسائل الإعلام أو التقارير التي نشرت السهيونية التي نشرت مثل هذه التقارير الأمر الآخر الذي أود الإشارة إليه والتأكير عليها أننا منذ تقريبا منذ أربع سنوات ونحن نرصد وبدقة تفاصيل العمليات في شفى جزيرة سيناء ونصدر تقريرا دوريا كان يصدر أسبوعيا ثم أصبح نصف شهري ووسقنا فيه عشرات العمليات بالصور وبالشهادات ليس الآن ولكن خلال الأربع سنوات الماضية وكان يصدر بشكل دوري حول العمليات في شفى جزيرة سيناء وحول التعاون الأمني والعسكري والاستخباراتي بين الجيش المصري من ناحية وبين القوات الكيان الصهيوني من ناحية ثانية وبالتالي أنا أكشق على المستوى الشخصي لا أحتاج إلى تقرير النيورك طايمز أو الواشنطن بوست لتأكيد ما لدي من معلومات لأنها موسقة ومسجلة صوتا وصورة في بعض الأحيان وفي بعض التقرير أخرى فيديو يدل على التنصيق الأمني وبعض الشهادات المباشرة من المواطنين في شفى جزيرة سيناء لكن اسمح لي أن النيورك طايمز مزمم لها عفوا يعني اسمح لي دكتور دكتور يعني دعني أتبن ليس أتبن أعرض عليك وجهة نظر أخرى تقول لماذا سيستعيني الجيش المصري بجيش الاحتلال الإسرائيلي بمعنى مصر لديها كل الطاقات البشرية والإمكانات التي من خلالها تستطيع مواجهة تنظيم الدولة مصر قامت بعمليات عسكرية جوية في ليبيا خلال العام الماضي فما الذي سيجعلها يعني تستعين بإسرائيل في شمال سيناء هناك حدة اعتبارات أستاذ أحمد الاعتبار الأول هو النصوص الرسمية المنزمة للجانب المصري فيما يتعلق بالتفاقية كان بديفت بين الطرفين هناك مناطق منزوعة السلاح بالكامل ولا يستطيع الجيش المصري تحرك فيها إلا بتنسكن مع الجانب الصهيون وبالتالي هذا أحد أهم المبررات التي ترفع الجانب المصري لتعاون مع الكيان الصهيوني فيها مثل هذه العمليات في هذه المناطق هذا عامل مهم العامل الآخر المهم هو التوافق في الأهداف والإرادات لأنه منذ 2013 وحتى اليوم وعبد الفتاح السيسي فيه سياساتي وفي مخططاتي يتجه بامتياز إلى تنفيذ ما يسميه الكثيرون الآن وأعرب هو بنفسي عن هذا المصطلح عن صفقة القرن وبالتالي أن يتم الاشتراك فيه الجانب المعلوماتي والجانب الأمني والجانب الاستخباراتي بل والجانب العملياتي أعتقد أن هناك مصالح مشتركة تربط بين الطرفين بغض النظر عن قوة السلاح وقوة التسليح التي حق حصل عليها الجيش المصري خلال السنوات الأربع الماضي بدليل كما ذكرت أنه يمارس عمليات موسعة ومكسفة خارج الأراضي المصرية في ليبيا وأحيانا في اليمن وفي غيرها ولكن نصوص اتفاقية كامبيديف للملزمة أولا ضرورات التنصيق الأمني بين الجانبين والمصالح المشتركة ثانيا أعتقد أنهم أهم مبررين كافيين لتفسير مثل هذا التعاون طيب سيد مرداوي اسمح لي فكرة هذا النشر الذي جاء فيضا خلال اليومين أو الثلاثة أيام الماضية نيويورك تايمز ثم الواشنطن بوست ثم عدد ليس بالقليل من الصحف وسائل الإعلام الإسرائيلية في ذات التوقيت تتحدث عن نفس الأمر تعاون عسكري إسرائيلي مصري في شمال سيناء هل لهذا أي دلالة من وجهة نظرك؟ يعني من الذي وراء محاولة فضح عبد الفتاح السيسي بهذا الشكل؟ إذا صحت طبعا هذه التقارير نعم ليست فضح طبعا إذا صحت بلا شك لا نملك معلومات نؤكدها أو ننفيها لكن نحلل المشهد من خلال ما لدينا من معلومات من وسائل الإعلام الصهيونية لكن وفق المعطيات والفضاء السياسي الذي يؤثر على المنطقة في الوقت الحاضر في ظل طرح الحل الإقليمي أو صفقة القرن هذه الصفقة تقتضي حالة من التعايش وقبول الآخر والآخر هنا على وجه التحديد إسرائيل ولابد من التأكيد أن دولة الاحتلال لها قبول وتتعاون مع جيوش عربية ذات مكانة وحرفية عالية وليس الأمر مقتصر على مصر والتعاون الأمني والعسكري كذلك العلاقات التي تطل علينا من أكثر من وسيلة إعلام عالمية ويوجد إشارات كذلك ودلالات تؤكد بعض منها العلاقة مع السعودية ومحاولة التطبيع بطرق ووسائل متعددة ومختلفة والعلاقة كذلك مع دول وازنة في الخليج عموما ووطن العربي يعني على وجه الخصوص فبالتالي هذه تندرج في إطار ما يسوق بناء قوة مواجهة للتوسع الإيراني في المنطقة هذا الخطر يراد له أن يبدل بالخطر الإسرائيلي هذه محاولة لتغيير الوعي والتأثير على ثقافة العرب والمسلمين في المنطقة أن إسرائيل ممكن التعايش معها والتنصيق والتوافق بالمصالح المشتركة السياسية والأمنية والعسكرية لكن إيران خطر وجودي ولا يمكن التعايش معه والتصالح أو وصول لحلول وسط مع هذه الدولة لذلك لابد من بناء تحالف هذا التحالف يقتضي وجود دولة إسرائيل بكوتها وهيمنتها وقدرتها على جمع المعلومات والاستخبارات ودقة القصف إلى آخر من هذه الميزات التي تعرض وتقدم كامتياز وتفوق خاص بدولة إسرائيل سيد عليما اسمح لي كيف تنظر الدوائر السياسية وصناعة القرار في إسرائيل للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيد عليما أسألك عن نظرة الدوائر السياسية في إسرائيل للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كيف ينظرون إليه كعدو أم كصديق لا لا إطلاقا في الوقع الدوائر السياسية والعسرية في إسرائيل تنظر إلى العلاقات القائمة بين نصف وإسرائيل خاصة بأحدثه بشكل إيجابي ونستطيع أيضا الاعتماد على ما صرح به المسؤولون الإسرائيليون الذين يقولون أنه لم يسبق مثيل لحجم التعاون القائمة بين مصر وإسرائيل التنسيق على كل المستويات السياسية والعسرية هناك إرتياح كبير في إسرائيل من العلاقات خاصة في عهد السيسي إلى درجة أن وبشكل عالمي يقولون كبار المسؤولين أنه لم يسبق مثيل لنفل هذه العلاقات اسمح لي في هذا السياق ما ذكرته يعني ما الذي جعل عبد الفتاح السيسي يعني يأخذ هذه المساحة وهذه النظرة التي وصفتها بالإيجابية والتي ليست لها مثيل في تاريخ العلاقات الإسرائيلية المصرية ما الذي قدمه عبد الفتاح السيسي لإسرائيل حتى ينال هذه المكانة أقول لك بنظرة من وجهة النظر الإسرائيلية الاعتقاد أن هناك مصالح مشتركة لإسرائيل ولمصر ماذا قدمته مصر حتى الآن لمصر دور مركزي فيما تعلق على سبيل المثال بالأوضاع في قطاع غزة الاعتقاد لدى الدوار العسرية والمستوى العسرية بأن الدوار المصري يحول في عدد كبير من الأحيار دون التدهور إلى تصعيد عصر في قطاع غزة بسبب مكاناتها المميزة في غزة وهناك أمور أخرى ليس فقط الأوضاع في قطاع غزة وإنما إذا أخذنا بنظر الاعتبار العلاقات بشكل عام فيما تعلق بمنطقة الشرق الأوضل وجهة النظر الإسرائيلية تتحدث في الفصة الأخيرة عن سرع شامل في منطقة الشرق الأوسط بين ما تصفه المعسكر السنية المعتدر وبين إيران والاعتقاد بأن لنصف دور مركزي في هذا المعسكر لذلك تنظر إسرائيل إلى علاقاتها مع مصر بأن لها أهمية كبيرة ليس فقط فيما يتعلق بالموضوع في الأوضاع في قطاع غزة وإنما بشكل عام بشكل استراتيجي تعتبر هذه العلاقات بأنها تخدم ما علاقة إسرائيل بالمحور السني المعتدل كما تصفه أنت سواء كان يمثله مصر والمملكة العربية السعودية ما علاقتكم أنتم بمحور سني إسلامي في المنطقة؟ يبدو لي أنه من يستمع ومن يخرق بإمعان فصصحات رئيس المزراء الإسرائيلي على سبيل المثال الذي يتحدث ويستخر بالعلاقات التعاون القائمة أو العلاقات التي نجح في تكوينها مع بعض الدول العربية ودول لا توجد لإسرائيل علاقات دبلوماسية معها كما قال أكثر من مرة نترياه في تصفحة العالمية يبدو أن هذا الأمر هو أكثر من تلميح بالنسبة للحجم أو مدى العلاقات القائمة بين مصر أو دول هذا المعاستر يبقى معي سيد عليمة دكتور عصام يعني أنت استمعت لكلام المحلل السياسي الإسرائيلي السيد ياد عليمة وهو مراسل العسكري للإزارة الإسرائيلية يقول أن حجم التعاون والتنصيق ورؤية الدوائر السياسية والعسكرية لعبد الفتاح السيسي إيجابية جدا بشكل لم يسبق له مثيل يعني حتى يبدو في عصر من كان يطلق عليه كنز استراتيجي كرئيس المخلوح حسني مبارك دعني أعيد عليك السؤال مرة أخرى ما الذي قدمه عبد الفتاح السيسي لم يستطع رئيس مصر سابق أن يقدمه لإسرائيل قدم خمسة مصالح أو خمسة أهداف أو حقك خمسة أهداف استراتيجية فيما يتعلق بدولة الكيان الهدف الأول هو تغيير العقيدة الكتالية للجيش المصري من اعتبار الكيان الصويوني هو العدو الاستراتيجي للدولة المصرية إلى اعتبار حركة المقامة الفلسطينية حماس هي العدو الاستراتيجي لهذه الدولة وشن حملة إعلامية موسعة ضد حركات المقامة الفلسطينية هذا جانب الجانب الآخر تمهيد الأرض بامتياز لصفقة القرن من خلال عمليات التجريف والتهجير التي قام بها في الأراضي المقاربة أو المحاذية لمدينة رفح وقتغز هذا سنيا ثالثا مشاركته في تدويل الممرات المائية وخاصة تيران وسنفير بعد تنازله عن جزيرتي تيران وسنفير لصالح للمملكة العربية السعودية وبالتبعية للدولة الكيان الصهيوني هذا جانب هلف ثالث مهم الهدف الرابع هو حصار غزة وإزلال شعبها وحصار حركات المقاومة فيها بما يصب في النهاية في صالح تعزيز القدرات الأمنية والعسكرية والاستراتيجية للكيان الصهيوني الهدف الخامس الثروات النفطية الثروات كبيرة ضخمة من الغاز الطبيعي في مياه الشرق المتوسط التي تنازل عنها عبد الفتاح السيسي لصالح دولة الكيان ولكل من القبرص واليونان في إطار مخططات إعادة ترسيم الحدود البحرية للدولة المصرية في البحر المتوسط واتجاهه بالعكس بعد ذلك إلى عفق دصفقة لخمستاشر عام لشراء الغاز من دولة الكيان هذه أهداف استراتيجية لا يستطيع إلا عبد الفتاح السيسي بدولة في حجم مصر بجيش في حجم الجيش المصري أن يحققها لدولة الكيان وبالتالي كل هذه الأهداف أعتقد أنه لم يستطع أي رئيس دولة مصري منذ 1948 وحتى اليوم أن يحقق لدولة الكيان مثلما حقق عبد الفتاح السيسي ابقى معي دكتور عصام مشاهدين كلم دعونا نذكركم مرة أخرى بهم ما جاء في الصحف الأمريكية والإسرائيلية في ما يسمى بالتحالف السري بين إسرائيل ومصر فتحت عنوان إخوة في السلاح نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا تؤكد فيه ما ذكره تقرير نيويورك تايمز عن تنفيذ طائرات إسرائيلية ضربات سرية في سيناء دعونا نشاهد بعض المعلومات في هذا السياق ونعود بعد ذلك للنقاش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر السؤال هو هل سيرد المتحدث العسكري المصري مرة أخرى بعدما رد على النيويورك تايمز هل سيرد على الواشنطن بوست وعلى الصحف وأسالي الإعلام الإسرائيلية دعوني أعود إلى غزة مرة أخرى ومعي من هناك أذكر سيد مرداوي سيد مرداوي فيما يخص هذا التقارب الذي نحن بصدده وناقشناه الآن وفقا للتقارير الصحفية ما هي انعكاساته على غزة ما هي انعكاساته على القضية الفلسطينية وعموما ما يعرف بصفقة القرن نعم بلا شك غزة كما قال ليبرمن كل ما تتعرض له غزة علاوة على أن القرار الإسرائيلي الذي يتحكم في المعابر التي توصل إلى الضفة الغربية هو الاحتلال قال بشكل واضح أن مصر لا تقوم بأي إجراء على معبر رفح دون التنصيك ويعني موافقة إسرائيل على متى يفتح وأي أنواع الناس والمواصفات والمعايير التي يسمح لها في الخروج هذا الموقف الإسرائيلي بشكل دائم يصرح به المسؤولين الكبار نعم بلا شك تتأثر غزة غزة تعيش في الوقت الحاضر حصار كبير وشديد وللأسف الشديد المعبر مغلق وهذا المعبر لو فتح بشكل دائم لحل المشكلة أو أغلب المشكلة وقد تغلب قطاع غزة على الحصار الذي يضرب الاحتلال لكن أشهر مرت دون أن يفتح المعبر وعندما فتح فتح لأيام قليلة ومن سمح لهم بالخروج ليس بالعدد الكبير الآن صفقة القرن لم تحدد ولم يعلن عنها أحد لكن ضمن ما يتردد في وسائل النام العبرية بشكل واضح كل المنطقة ستكون شريكة لأنه حل إقليمي حتى جريني بلات قال بشكل واضح أن الحل حل إقليمي والفلسطينيين لن يناقشوا سيفرض عليهم الحل أو يطرح عليهم الحل وافقوا وافقوا إن لم يوافقوا فسيخرجون من اللعب والخطة ستطبق وتنفذ لأنها إقليمية وأكبر من حدود فلسطين والقضية وبدأ التركيز والتماهي مع ما يقول الاحتلال بأن أسباب عدم الاستقرار في المنطقة هو داعش والمنظمة الإسلامية الجهادية في المنطقة وليس القضية الفلسطينية وعدم حلها كل هذه التصريحات تدلل على أن كل المنطقة على علم بما سيطرح في الأسابيع القادمة باستثناء الفلسطينيين إن صدقنا في التنبؤ والتحليل ليس لديهم إلا بعض الإرهاصات ومن خلال ما عرض عليهم من خلال يعني ما طرح وتنقلت وسائل اللام السعودي ويعني كذلك الأردن أصبح لدينا بعض الملامح لهذا الاتفاق الذي يرتقز على قطاع غزة ويقترح تبادل 15% من الأراضي الفلسطينية عام 1948 بأجزاء من سينة طبعا المصريين ينفو هذه الأخبار التي تصرب هنا وهناك خاصة في دولة الاحتلال ووسائل الإعلام لكن الإجراءات على الأرض تخيف الناس وتخلق حالة من التوجس ويعني الريبة لأن ما يجري في المنطقة ويعني البيئة والفضاء السياسي يشير إلى أن الصفقة يعني أقدامها تسبق نصوصها على الورق فالقدس يعني أخرجت عنوة وأهديت لنتنياهو اللايجيين من خلال التضييق على الأنروة واضح أنه المستهدف عودتهم إلى ديارهم والأماكن والبيوت التي خرجوا وهجروا منها عنوة كذلك الحدود وكل يعني ملامح الصفقة يشير أن قلب الدولة وعمودها الفكري غزي فبالتالي لا شك تطل في جانب إلى مصر ابقناعي سيد مردوي تأكيد سأعود إليك لكن دعونا نتحاول مشاهدين الكرام إلى حسام يحيا سيعرض على حضرتكم عدد من تعليقات مشاهدين فيما نتناقش فيه إليك حسام شكرا لك أحمد إذن بخصوص هذا الموضوع ظهر الكثير من الجدل على تويتر وكذلك أيضا على فيسبوك هناك من كتب مثل خلدون الذي كتب قائلا قلت لك الإعلام الصهيوني لأنه للأسف في الكثير من الأحيان الإعلام الصهيوني أصدق من الإعلام العربي المسيس حساب عابر سبيل هذه أكذيب لأنها إسرائيل تدعم داعش في سينا من وجهة نظر عابر سبيل أيضا حساب تركيش هلهوب كتب على تويتر بخصوص هذه القصة كثيرون لا يعون أن الأمر لن يتوقف عند تقسيم اليمن وإنما هو جزء من مخطط غربي كشف قبل سنوات المخطط يهدف إلى تجزئة المجزأ أي صنع سايكس بيكو جديدة بالمنطقة من وجهة نظر تركيش هلهوب حساب آخر كتب قائلا الخبر أصلا غير منطقي وهدفه السياسي بحث من وجهة نظر صاحب التغريدة بينما كتب محمود ليس الأمر للسيسي المهم عند السيسي أن يكون هو رئيس مصر وعلى إسرائيل أن تدعمه الموافقة هي مجرد عملية روتينية كما يقول صاحب التغريدة حساب أردني حر من المضحك أن يتهم البعض الإعلام الغربي بأنه إخوان كفاكم استخفافا بعقول لنا أيضا حساب خلود لو بدي أصدق الإعلام الصهيوني بهذه الشغلة فلازم أصدق بأن الأرض يلي محتلها أرضه لهكي الأيام القادمة تكشف صحتها الحكي كما تقول خلود من وجهة نظرها مشككة في هذه الأخبار نعود من هذه التغريدات سريعا إليك أحمد من جديد حساب ومنك أعود إلى ضيفة آخر ينضم إلينا عبر الأخمار الصناعية مباشرة من واشنطن الدكتور نبيل ميخايل أستاذ العلوم السياسية بجماعة جورج واشنطن دكتور نبيل أهلا بك معنا إذن يبدو أن الكثير من التقارير الصحفية سعى أن كانت الأمريكية ممثلة في نيويورك تايمز والواشنطن بوست أو الإسرائيلية تؤكد أن هناك تعاون إسرائيلي مصري فيما يخص إقاف تنظيم الدولة من خلال هجمات إسرائيلية على شمال سيناء لماذا من وجهة نظرك؟ أولا أنا أفضل استخدام تعبير تنسيق فيما تعلق بحالة طوارئ ما وليست كلمة تعاون والأمر ليس ما بين إسرائيل ومصر هو في الحقيقة على الآن في طرف ثالث أو طرف رابع وفي هذه الحالة حسكر أمريكا وأيضا روسيا نظرا لتواجد روسيا بكسافة عسكرية داخل أراضي سوريا فدي عمليات بتتم بطريقة سريعة جدا هناك تكنولوجيا تستخدم أو توظف عسكريا لتحديد موقع إرهاب ما سواء عن طريق جهزة تسنط أو الأقمار الصناعية وبعدين بيبقى فيه اتصالات عالية المستوى كلية السرية ما بين قيادات عسكرية إسرائيلية بمعرفة أمريكية وربما أيضا معرفة روسية وفي هذه الحالة أيضا هناك أمر هام جدا ألا وهو تحديد الهدف هناك مثلا نفق في هذه المنطقة فهناك استئزان من مصر على أن تكون هناك قوات سواء من إسرائيل أو من أي دولة بمتبعة هذا الشأن وتنفيذه ويجب على العملية أن تنفذ وفورا وبنجاح لأنها إذا لم تنجح فسيؤدي هذا إلى دعوة مرة أخرى لقوات أجنبية مصرية اسمح لي يا دكتور يعني أنت تؤكد تؤكد ما أكد في هذه التقارير الصحفية طيب السؤال لماذا لا تقوم بهذه المهام القوات المسلحة المصرية يعني إذا صحت وأنت تؤكده لماذا تدع مصر وعبد الفتاح السيسي إسرائيل تحارب عنها في أرضها في شمال سيناء الجماعات المسلحة دا سؤال مهم لكن بيعتمد على تحديد الهدف ونوعية المهمة وإمكانيات تخلصها ويعني تفايناليزت بنجاح وأيضا ما يتبع في أعراف الأمم في حالة مهام أمنية يعني مثلا أسبانيا عايزة تتابع الانفصاليين من منظمة إفتا الإرهابية اللي عاوزين يخلوا مقاطعة الباسك تستقل فحيروحوا ويعبروا الحدود الفرنسية أمريكا بتعملها تقريبا يوميا مع المكسيك في تجارة مخدرات رهيبة الحجم ما بين المكسيك والولايات المتحدة فعملاء من الحكومة الفيدرالية بيتخطوا حدود المكسيك مسلحين بيستطيعوا اعتقال وتعزيب مكسيكيين وترحلهم يا دكتور يا دكتور عفوا حتى لا ننسى السؤال طيب أنت تقول ده شيء طبيعي ده تنصيق بتعمله بعض الدول الأخرى لك أنا الحقيقة مش عارف دولة بتطلب من دولة أخرى يعني أن تدخل وتحارب داخل أراضيها لأنه يبدو أن هذا يعني يعني انقاص لسيادة هذه الدولة لكن على تحال المتحدث العسكري في مصر نفى ذلك لماذا نفى طالما أن الأمور مؤكدة ومنصقة ودولية كما تقول أنت الآن لأن القضية في غاية الحساسية القضية في غاية الخطورة القضية لا تحتمل أن تكون موضع منقشة في نطاق الرأي العام العربي والمصري فهي مهام محددة سرية تتعلق بمعلومات مخابرتية والمهمة محدودة واجب أن تنفذ فالحكومة الأمريكية مثلا تحجب الكثير من الأسرار على المواطنين الأمريكيين حتى فيما تعلق بمهمة العسكرية في البلدان التي تغطى إعلاميا بكسافة مثل أفغانستان أو العراق فطبيعة المهمة حساسية الأمور بتجعل النفي أمر منطقي خلاص سؤال الأخير هل انتهت فكرة أن إسرائيل هي العدو الحقيقي لمصر وللجيش المصري هذه العقيدة الذي رب عليها الجيش المصري ورب عليها حتى الشعب المصري حتى هذه اللحظة هل انتهت المسألة يعني إسرائيل لم تصبح عدو بل صديق وينصق الأمر وتأتي إسرائيل كما تقول هذه التقارير الصحفية لتضرب مواقع داخل مصر في شمال سيناء العقيدة العسكرية هي الرأي السائد الذي يحتم على أي مؤسسة عسكرية اتخاذ موقف ما نفس السؤال طرح في أمريكا هل الاتحاد السوفيتي أو جمهورية روسيا الاتحادية سواء أيام يلتسن أو أيام بوتين هم عدو أمريكا فهذا السؤال بيطرح لكل دولة على كل دولة أن تعرف أمنها القومي لكن هناك نقطة هامة جدا فلنفرض أن دولة ما أعلنت أن تلك الدولة هي عدوة لها السؤال هو هل هي قادرة علشان نحرب عليها نعم ممكن أن تكون العقيدة العسكرية المصرية أن أسرائيل عدواتنا بس السؤال هو هل تستطيع أو هل برغبة مصر أن تدخل في حرب مع إسرائيل هذا أمر انتهى منذ حوالي أربعين عام فالقضية هي كيف تعرف مصر أمنها القومي في ضوء معطيات جديدة خاصة بالأمن القومي العربي ومع أيضا فشل إسرائيل في تحقيق سلام مع الفلسطينيين وأيضا في قبولها كدولة في المحيط الشرق أوسط الدكتور نبيل ميخايل أستاذ العلوم السياسية جامعة جورج واشنطن شكرا جزيلا كنت معي عبر الأكمر للصناعية من واشنطن سؤال أخير لك سيد أعليم فيما يخص العداء التاريخي بين مصر وإسرائيل هل انتهى في عهد عبدالفتاح السيسي خلاص أصبحت إسرائيل ليست عدوة لمصر والصديق تستعين به مصر في بعض حتى العمليات العسكرية داخل أراضيها وفقا لما نناقشه من تقارير صحفية لا شك أن من ناحية العلاقات بين الدول على مستوى المؤسسات العسكرية أو السياسية لا توجد هناك عداوة بين إسرائيل ومصر بل عكس ذلك ولكن ربما المشكلة الأساسية فيما تعلق بالعلاقات بين إسرائيل ومصر أنها على مستوى المؤسسات على مستوى الدولة ليس على مستوى الشعب المصري على الأقل يبدو أن هذا النقاش يجلي على خلفية صراحية الشعب المصري سواء كان ذلك الإسرائيل أو للجيش الإسرائيلي بشكل خاص فلا نستطيع أن نقول أن هذه العلاقات أنهت العدوة وربما فيما تعلق بالعلاقات بين الدول والمؤسسات نعم شكرا جزيلا نياد علي المراسل العسكري للإزاعة الإسرائيلية كنت معي عبر الهاتف من تل أبيب وكذلك أشكر السيد محمود المرداوي المحلل السياسي كان معي عبر الأقمار الاصطناعية من غزة سريعا دكتور عصام قبل أن أنهي معك في 30 سنة يعني إلى أي مدى من الممكن أن تتطور العلاقات المصرية الإسرائيلية خصوصا في ظل حكم عبدالفتاح السيسي أرجو أن تكون إجابة سريعة ومختصة بمنتهى القوة الوضوح ترتبط يمكن أن تتطور على مستوى التبادل الأراضي في إطار ما يسمى بصفقة القرن وبالتالي التنازل عن جزء من الأراضي المصرية في شب جزيرة سيناء لدولة الكيان الصهيوني حتى يتم تصفية القضية الفلسطينية بامتياز في إطار ما يعرف بصفقة القرن هذا جانب الجانب الآخر يتعلق بالمضايق وتعلق بالحدود البحرية للمصر في شرق البحر المتوسط أيضا يمكن أن يكون هناك تعاون استراتيجي في ملفات أكثر أهمية فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر وخاصة أن الجيش المصر الآن يتمدد في البحر الأحمر بتنصيق وتعاون كامل مع النظام الإماراتي الذي قام بشراء واستئجار عدل من القوائل العسكرية الاستراتيجية في هذه المنطقة فبالتالي أمن البحر الأحمر أمن البحر المتوسط التناثل عن الأراضي في جزيرة سيناء الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية أشكرك شكرا جزيلا كنت معي عبر الأحمر الاصطناعية مباشرة من إسطنبول شكرا جزيلا